أربع سنوات أوكادت أن تبلغها محنة النازحين في سمراء منذ أن وجدوا أنفسهم نازحين عن ديارهم في بيوت لا تختلف عن المعتقلات إلا بالتسمية أربع سنوات من سفر المأساة العراقية كتبها النازحون سطرا سطرا بالدموع والألم والحسرة في واقع لا يصبر الإنسان عليه حتى ولو في الأحلام خوف وجوع وفقر يزيد سوداويته فقدان الأبناء والآباء حتى أمست العائلات بلا معين ولا معيل ولا مؤنس ففي كل عين من عيون هذه النسوة أو هؤلاء الأطفال مأتم خفي لولد مفقود أو أب غائب فمنذ أن دارت رحى المعارك في محافظة صلاح الدين فرت الكثير من العوائل إلى سام الراء تركة أبناءها وآباءها في خضم الحرب دون أن تعلم عن حالهم شيئا صراحة يعني وبحزن شديد أنه جفت يوم من اليوم دا نحصي عدد المغيبين أو المفقودين أو اللي اعتقلوهم وما يدرون أهلهم وين صراحة أعداد هائلة جدا يعني فالشي والله العظيم باتشي ومباسي باتشي موت يعني من كل عائلة خمسة أربعة ثلاثة أثنين أصلا ما يدرون وين ما صيرهم وبالرغم من انتهاء المعارك ودخول قوات الحكومة إلى ديارهم لم تصل أهالي المفقودين حتى الآن أخبار عنهم الأمر الذي ألجأهم مرارا إلى تكرار السؤال للحكومة عنهم دون أن يلقوا آذانا صاغية أو لسانا مجيبة لكن أنباء وصلت الأهالي عن إدراج من فقدوه في قائمة المعتقلين والمغيابين قصرا دون تهمة أو محاكمة ولا ما عدهم أي موضوع لا نعرف على شو نعتقلهم خذ ولدنا صارهم عشر تشهر ما نعرف على شو نخذهم لا نندلهم وين ولا نعرف ما صيرهم وين وإحنا نشوف حالتنا حالتنا نازحين صارنا أربع سنوات جاعدين مخيم وفي ظل الظروف الصعبة وعجز العوائل النازحة عن تأمين لقمة عيشها تواصل القوات الحكومية اقتحام مخيمات النزوح لاعتقال من بقي من الرجال وتقتادهم إلى أماكن مجهولة من دون أن تكترث لدموع الأمهات وحسرات الأطفال الاختفاء القصري والاعتقالات العرفية بذت شبحا يلاحق نازح العراق لتبقيهم على جمر الانتظار يتساءلون عن مصير أبنائهم ويقولون لمن اعتقلهم ترى بأي ذنب يعتقلون